تعتبر حرية التعبير أحد أهم الأمور في حياة الإنسان باعتبارها أسلوبا من الأسليب التي يعتمد عليها في التعبير عن نفسه وهي حق من الحقوق التي كفي لها الدستور وهذا يصل بنا إلى حوار هادف وبناء قائم على احترام جميع وجهات النظر للحديث أكثر عن حرية التعبير والحوار الهادف ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع الأستاذ الدكتور إحسين الإخزاعي أستاذ صباح الخير صباح النور يا ميت مرحبا وكل التحيات والاعتزاز إلى قناة رولا وإلى كل الإخوة الآن التي نصبح فيهم في مجتمعنا الأردني والعربي يا مرحبا أهلا وسلا فيك أستاذ حسين بداية ما هي أهمية حرية التعبير والحوار البناء شكرا جزيلا لك وبالبداية أنا أتفق معك فعلا أن حرية التعبير كيف لها الدستور وقبل الدستور الديانات والعادات والتقاليد والقيم النبيلة الموجودة بين أبناء المجتمع إلا أن حرية الرأي والتعبير عن الرأي والتعبير عن الفكرة والتعبير عن الموضوع اللي إحنا بدنا نحكيه فيه له شروط لا يجوز كلمة حرية إحنا نفسرها زي ما بدينا وياك ما في حرية بالمطلق طبعا لا الحرية أولا مسؤولية طبعا أمانة صدق شفافية ووضوح وزي ما بيحكوها ما في غيات مبطنة أو الهروب من قضية حقيقية من أدلة من بيانات موجودة اثنين لا يجوز أن الحرية التعبير انتقاس من الآخرين والتهجم على الآخرين وأطلاق الإشاعات والفتن عنهم واغتلال شخصياتهم لا هذه لا تعتبر حرية نهائيا هذه تعتبر طمس للحرية الحرية بالمطلق شيء مصطلح غير موجود لازم حتى بأثناء حرية التعبير يكون فيه أسلوب حضاري في انتقاء الكلمات وعدم تجاوز حرية الآخرين هلما هو التعبير عن الرأي كيف يتم عادة إما يتم بطريقة لفظية ممكن حوار بجلسوا ناس مع بعضهم بيتحدثوا في موضوع معين في قضية معينة هنا الحوار الهادف والبناء اللي بتخلله وبيكون من أهم عناصره اللي هي التجرد وعدم التعصب للرأي وعدم التزمت بالرأي وعدم شوفة الحال والظهور بالأنانية والانتقاس من الآخرين اللي قبالك أنت لا يجوز أنت بدك تعبر عن رأيك وهو بد يعبر عن رأيه و بدك تعطيه نفس المساحة و هو بده يأخذ نفس المساحة بس في شرط مهم جدا أنه تكون الرأي هنا حرية الرأي أن تكون مسؤولة و أن تكون فيها أمانة و أهم قضية أن يكون فيها صدق أنا بعبر عن رأيه لك بصدق مش أحكي كلام و من جوه مبطن في عندي زي في مثل عندنا بالأردن بيقول من بره هلله هلله و من جوه يعلم الله لا إحنا بدنا اللي جوه نطلعه صح مظبوط؟ طبعا حقيقا حتى ماذا؟ حتى لا نضع الآخرين في حيرة إحنا منعبر عن رأينا أمامهم بصدق و بأمانة لأنه هم ممكن بدهم يبنوا خطط على كلامنا بدهم يبنوا أفكار على بدهم يعملوا مشاريع على أفكارنا بدهم يخذوا أراء وبعدين في قضية مهمة جدا أنه أنا لما بدي أعبر عن رأيي هنا السؤال كيفية طريقة التعبير عن الرأي؟ هل بدي أعبر بالصراخ بالشتم بالوداءات بتقمص الشخصيات هناك يعتبرون حرية الرأي أنه أنا أحكي رأيي بشخص أو بموضوع بإستخدام أي مصطلحات أنا تتوافق معي؟ لا يجوز هل الآن نحن نعيش للأسف الشديد في عصر تعرف نعيش في عصر نحن فهمينه غلط اللي هو عصر التواصل الاجتماعي عصر قنوات التواصل الاجتماعي الآن أنا في كثير قاعد يدخلوا على المواقع الإلكترونية بأسماء مستعارة بأسماء مزورة ممكن يعبر عن رأيه بهذا الاسم المستعار لأنه مش قادر يعبر عن رأيه باسمه الحقيقي يمكن يكون هذا مزور ممكن المعلومات مزورة دكتور نقدر نحكي أنه وسائل التواصل الاجتماعي كان لها أثار سلبي على حرية التعبير بالتأكيد أنا بحكي للإخوان يوميا أكثر من 20 مليون رسالة على الفيسبوك مهكرات من أسماء مزورة وهذه أرقام حقيقية وأيضا كمان على تويتر وعلى اليوتيوب وفي الإنستجرام هاي مواقع التواصل الاجتماعي بدنا ننتبه منها لأنه إذا لم تعرف من هو على حقيقته من هو بشخصه باسمه بهذا أولا لا تدخل معاه في نقاشات ولا في حوارات ولا في أي وسيلة من وسائل التعبير نعم طيب دكتور يعني إذا بدنا نحكي عن الحوار الهادف والحوار البناء مع احترام الطرف الآخر يعني بدنا نحكي بالأول شيء الاستماع مهم نعم الاستماع لوجهة النظر الإنصات والإستماع نعم يعني تعبير عن الرأي والدخول بهذا النقاش بدون يعني استخدام مصطلحات جارحة ممكن ولا يعني نحكي دج الحقائق يعني أعرف كيف و لازم يكون فيه دبلوماسية بالحوار من شيء حتى ما يتطور حوارنا نعم إلى يعني زي ما احنا بنشوف فيه مشادات بتصير بالحوار للأسف الشديد تسمح لي أعرف كي معلومة للإخوة لأن الدراسات اللي أجرتها القنوات مهمة جدا زي سيان والبي بي سي وبعض الدراسات العربية وجدت أنه 75% من المتحاورين لا يحترمون بعضهم البعض نعم هذه واحدة 82% يقاطعون بعضهم البعض ولا يوصلون الأفكار إلى بعضهم البعض لهذا السبب الحوار يفشل و لماذا يفشل الحوار لعدة أسباب هنا قد تكون التنشئ الاجتماعي داخل الأسرة ما في حوار هادف وبناء بين الأم والأب ولا بين الأسرة في المدرسة ما فيش حوار بين الأستاذ وبين الطلاب في الجامعة الحوار أيضا مفقود عند البعض و إذا كان في حوار بيكون بصوت عالي نعم و إذا كان في حوار فيه انتقاص من الطالب أو من الهذا و فيه الأنا بتكون كبيرة عند الهذا الآن إحنا بهمنا كالتالي بهمنا لما بده يصير حوار بدي يكون تجرد و عدم تعصب إلى الرأي و إلى الفكر نعم و إفساح المجال أمام الآخرين بإعطاء الحرية بكل أمانة و بكل شفافية و بكل ثقة اثنين عدم التباهي يعني مثلا ما تروح أنت بدك تحاور صديقك و رايح لابس لي أحلى لبس و طالع بأحلى سيارة و تنتقص من قيمته نعم إماعات جسدية تدل على السخرية القضية الخطيرة و هنا لأسف الشديد نعم معظم أبناء أفطار الأمة العربية و يسمعون الآن يقاطعون بعضهم البعض طبعا الآن إذا طب ما هي عيوب المقاطعة عيوب المقاطعة أنك أنت ممكن الفكرة تنسى ما في عدالة بتوزيع الوقت عدالة لا و ممكن الفكرة تروح نعم و القضية الأخطر من هيك القضية الأخطر من هيك أنه أنت رايح يتحاور واحد و معاك كل الأدلة و معاك كل الإثباتات ولكن يا أخي ذاك أبنك أقول لك لا أنا والله مش هيك أنا لا الرأي غلط و الرأي الصح هنا هنا مشكلة في هذه الحالة إيش نصيحتك لكل اللي بيتابعونا نصيحتك التالي الانسحاب من الحوار دكتور نصيحتك التالي في شغلتين مهمات الانسحاب أول قضية بشكل سريع دكتور شكل سريع إذا كنت في حوار والطرف الآخر ما تفاهم معك بالحوار نهيا شغلتين بسرعة غير الموضوع إذا ما غيرت الموضوع غير المكان ليش حتى لا يصل إلى عنف لفظي أو عنف جسدي لا سمح الله وبعدين تطور الأمور من الحوار إلى مشاجرات و إلى مشكلات نعم أستاذ علم الاجتماع أستاذ الدكتور حسين الخزاع شكرا جزيلا لحضورك معنا وأهلا وسهلا فيك بارك الله فيك و احنا بخدمتكم دائما أهلا وسهلا إلى رؤيا موسيقى 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 موسيقى